السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية مسائية من استوديو أحمد العامر دوما عامر دوما بالأحبة والأحباب والمحبة والكلام الجميل بالشاي الراع بالقهوة الكيفة بالطبخة الخفيفة اللطيفة المحترمة تحياتي وأشواقي نولع أول شيء الفانوس أو الإسراج أو المصباح اللي هو بسم الله الوضع مية مية نقول بسم الله المهم هل عندي واحد من الشباب خلينا بس أطاق طاق هل براش أيوة هلأ هلأ بتعة متعة طاق طاقت الخشب زي ما سلفنا بالزمانات عبارة عن متعة المهم فالمتعة مختلفة وكننا نتسولف أنا والشاب صاحبي أنه سبحان الله شلون الهوايات عند الناس بتختلف يعني كان يشوفني أظن يقاعد هون وتفرج على العصافير اللي بره يقولي أبو أحمد يهنيا لقلبك واطول بالك ومفضى شو هالسوال الفايلة بتسوي قلت له أنت لو تعرف المتعة هاي اللي أنا بسويها شان ما علقت علي زي هيتش وبعدين استمر الحديث وصار الحديث يروح يجي يعني مرة يروح الحديث ومرة يجي صورنا نسولف وصورنا نحتي وبعدين صار يقول لي فيه ناس عندهم هوايات غريبة مثلا فيه ناس بروح عند المطار أو الناس اللي قاربين دورهم من المطارات بيجيبها الكاميرا وبصفتها وبصير يراقب الطيارات وهن نازلات وهن طالعات ويصور فيهم باستمتع وفيه ناس بساو نفس الاشي على القطارات وبعدين ذكر لي فيه شركة شركة شحن يعني شاحنات وبودوا وبجيبوا غراض وشاحنات فبيقول لك فيه ناس بحبوا الشاحنات ومسمينهم اشي كاترينا اشي لوسي اشي غميشة اشي عيشة اشي غبصة مسمينهم اسامي وعملين مجموعات على التواصل الاجتماعي بيقول لك والله اليوم اني شفت مثلا كاترينا اليوم شفت لوسي شاحنات مسمينهم كيف عليهم بيقول لك وصوروهم فيه نيال قلبوا ها معنات هنا اطلعت ولا شيء اللي بتفرج على عصافير فسبحان الله كل واحد بيلاقي هوايته بشغلة معينة وفيه شغلات كويسة ترى يعني انت اللي بتستغرب عند الناس ترى بجوز يكون اش عادي عند غيرك فالهوايات كويسة سبحان الله الواحد يشغل حاله بسلافة لايقة هواية توليع النار مثلا مظبوط احسن هواية لا تقول لي لا تقول ليش فيه حدا بحب النار زي هيتش وخشاب ودنيا ومع المغرب اشي لايق مظبوط ولا لا المهم حبيت اصور هذا الفيديو على السريع مع بداية الليل المهم حبيت اسجل هالفيديو هذا على السريع مع هالنار اللايقة ومع الحطحط ومع الدوشي اللي موجوده حوالي كل ياته اني زلمي مشغول وهذا الاستوديو كان فيه حركة كثير الأيام اللي مضت عامر 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 قلبه بالطبايخ والنفايخ وتوليعات النار زي ما بقول لك بريق الشاي صار يغلي وصار يفور والمي صارت تطلع وتنزل تطلع وتنزل فيه حركة جميلة ورقيقة وممتعة يعني جميل انك تشوف فاظ المنظر حواية ترى كل اشي جميل ممكن يلفت بعض الناس كل شي جميل فيه حركته فيه منظره فيه لونه فيه كلامه فيه طبيعته الا ما يلفت ناس معينين زي ما بقول لك بريق الشاي غلي يم غلي غلي مزبوط خلينا ننزله ونحط عليه الشاي الشاي احمد احمدتي انا بقول لك خلينا نحطه هنا اول شي وبعدين نجيب الشاي احمد هذا لا ما نحطيك حالي ينقاع شوي وبعدين منيهرب بدي اصب كاستة الشاي مشان نقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ألف بسم الله بسم الله بسم الله